منذ أن خرج المصريون يستقبلون المعز لدين الله الفاطمي وهم يحملون المشاعل والفوانيس في شهر رمضان منذ أكثر من ألف عام وأصبحت الفوانيس علامة مميزة لهذا الشهر وتقليداً مصرياً أصيلاً ومبهجاً يتصابق الجميع على شرائه كباراً وصغار وتتزين به الشوارع والمحلات والبيوت استقبالاً للشهر الكريم كان الفانوس قديماً يصنع من النحاس ويوضع بداخله شمع للإضاءة وبعد ذلك أصبح يصنع من الصفيح والزجاج الملون وبمرور الوقت أصبحت صناعة الفوانيس صناعة رائجة في مصر بأشكال وألوان متعددة حتى وصلت إلى الأشكال الحديثة العصرية المصنوعة من مواد أخرى فانوس رمضان طبعاً ده حاجة عادة طبعاً المصريين من قائم الدولة الفاطمية موجودة فلازم نحن بننزل نجيبه كل سنة للولاد وكده وفي البيت وبنزاين بي البيت بس مهما تطور أو جيم استورد من الصين أو جيم لاي حتى برجع برضو تاني للفانوس الشعبي بتاع الزمان اللي هو الصق والإزاز فوق المصريين بفانوس رمضان يرجع إلى أنه واحد من أهم المظاهر الشعبية والفنون الفلكلورية التي نالت اهتمام الفنانين والمصممين فأصبحت قطعة ديكور أساسية وفرحة خاصة للأطفال كما أنه عادة سنوية لا يتم الاستغناء عنها والله فانوس رمضان بالنسبة لنا بقت حاجة أساسية بنحس بتعم رمضان بيها وبتبقى حاجة فرحة للولاد عندنا وبتبقى يعني بتدي حاجة لواحد كده إحاء إن خلاص يعني دي حاجة بقت السيف بروح الواحد يعني يظل الفانوس مظهرا أساسيا من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم ورغم انتقاله من جيل لآخر عبر السنين وتجدد أشكاله إلا أن شكله التقليدي ما زال موجودا يضيء ليالي رمضان ياسمين عبد الحليم قناة اليوم القاهرة